ثلاثون يوما مرت ولا يزال مصير وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغفي مجهولا بعد عودته إلى بنغازي في السادس من أكتوبر الماضي عودة تسببت في وقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بمنطقة السلمان الشرق وقتها والتي تقتنها أسرة البرغفي الاشتباكات كان سببها محاولة القبض على المهدي البرغفي والعائدين معه وقد أسفرت عن مقتل بعض الأشخاص والقبض على آخرين وفق ما أشارت إليه وسائر إعلام موالية لحفتر نقلا عن مصادر عسكرية وترافقت تلك الاشتباكات مع قطع قوات حفتر للاتصالات عن مدينة بنغازي وضواحيها تداعيات هذه الأحداث أسفرت عن مقتل إبراهيم ابن وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغفي بحسب إفادة مصدر من عائلة البرغفي عقب القبض عليه من قوات حفتر على خلفية الشباكات السلمان بنغازي وهي ذات الاشتباكات التي أكد بعدها المدعي العسكري بقوات حفتر فرج الصصاع إصابة المهدي البرغفي إصابة بليغة وخطيرة مع عدد من مرافقه فيما وصفته مصادر علامية موالية لحفتر بأنه عملية ضد خلايا أمنية في بنغازي في إشارة إلى المرافقين للمهدي البرغفي المحصلة كانت توترا أمنيا ترافق مع تعتيم وقطع للاتصالات وعملية قبض واسعة طالت نساء وأطفال ولم يسلم منها حتى كبار السن بل مشايخ وأعيان وبعد مرور شهر على عملية القبض على البرغفي وما أحاط بها من أحداث ما يزال مصير الرجل مجهولا حتى الآن ولتزال مطالبة أسرته وخاصة زوجته بمعرفة مصيره بلا استجابة وبعد أن تم تسليم ابنها وآخرين من رفاق وزير الدفاع الأسبق جثثا هامدة يمنع حتى الكشف عنها قبل دفنها متزال زوجة المكلومة تتهم حفتر وأبنائه وكتائبه بمقتل ابنها ورفاقه وتحمله المسئولية عن مصير المهدي البرغفي